السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنبدأ مع بعض في الوحدة التالتة في منهج التالتة اعدادي اللي هي الوحدة بتاعت الايه بتاعت الورصة قبل ما نبدأ نعوزين نعرف حاجة بس نبقى عارفينها واحنا مشوفها على طول بس مش واجدين بدنا منها ايه هي مستر اقول لك بس مثلا لون عينيك لازم تكون شبه حد من قريبك فاصيلة الدم عدد الاصابع لون الجلب اللي هو لونك الشعر نعم ولا خشن لازم تلاقي في حاجة كده من ابوك قمك فيك يعني حاجة كده من ابوك قمك تلاقي ايه تلاقيها فيك دي بسميها الصفات الموروسة او الصفات الوراثية اللي انت بتاخدها من ابوك قمك زي ما سيدي ان ايه ايه لون الجلد لون الشعر زي ما احنا قلنا فاصيلة الدم بتاعتك لازم تكون زيهم فده بيبقى ايه ده بيبقى صفات وراسية بتاخدها من ابوك قمك الصفات التي تنتقل من جيل الى اخر طب هل لو واحد عربي وامة عربية اتجوزه وخلفه واول ما خلفه وخده بنهم ده وراحوا موضينه مسلا ايه انجلترا لندن برلين اي حتة يعني بلابر اوروبا يعني هل الوقت ده هيطلع يتكلم عربي لأ مش هيطلع يتكلم عربي ما هيتكلم ايه هتلاقي يتكلم باللغة اللي هو راح فيها الو راح انجلترا يتكلم انجليزي راح ابلين يتكلم الماني راح لندن يتكلم يعني برضو انجليزي اا راح باريس يتكلم فرنسي الكلام ده كل فانا هنا ديتم السفات هو 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 مش عكد حاجة من ابو امو ان شاء الله ابو امو بيعرفش ايرو يكتبوا بس هو بقى بيتكلم الجديد ايه عشان البيئة اللي حواليه البيئة اللي حواليه هي الي ساعدت عليك كده اا لو شوفنا لعب بالكورة لو شفت اهل وقت لعب ما كانش فيهم حد بيعرف يلعب وهو تلاعب حلو جدا بيلعب حلو وابنه ممكن يكون ما بيعرفش يلعب يعني ابنه ممكن ما يكون ما بيعرفش يلعب بس هو هو بيعرف يلعب كورة طب ايدي تشي صفاب برضو بتاخدها من البيئة اللي حواليك عشان كده بسميها صفات مكتسبة صفات مكتسبة ايه بقى الصفات المكتسبة هي الصفات الغير قابلة للانتقال من جيل الى اخر يعني مش لازم تنقل هلة ابنك مش لازم ابنك ياخدها منك لقى تزي صفات بيتSwكتسب من البيئة اللي حواليك تكتسب مني البيئة الايه اللي حواليك تعلم المشي تحدث باللغات اقتلد القدم تقول لصفات ايه مكتسب قليل الباله بيترسي الصفات ديت و getting there asla بتتعامل وازاي بتتحكم علم اسمه علم الوراثة علم اسمه علم لايه علم الوراثة هيه هو علم الوراثة هو العلم الذي يفسر اوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثية. هو اللي هيفصل لأوجه التشابه والاختلاف فيهن في الصفات الوراثية. بين افراد النوع الواحد. يعني الصفات المتشابهة هنا. والصفات المختلفة هنا. ازاي? عن طريقة دراسة الاجيال من جيل الى اخر. عن طريق دراسة كيف انتقالها من جيل الى الجيل اخر. اه حاجاتي انت خطست انا نفاذي بس اعادة افكرك بها. اه الزهرة الخنسة. اللي هي فيها عضاية التسكير وعضاية التأنيس. التلقيح الزاتي والتلقيح الخلطي. كلام ده كله مشروع في مهنك تاني اعدادي. لو انت حاضرك تخلت عرق القايمة اللي فاته تاني اعدادي ودخلت على التقاصر في النبات. اللي هو اول احنا مقسمين الدرس اللي جزئين. اللي هو نص الدرس الاول. هتلاقي الكلام ده مشروع باستفادة جدا. ممكن تدخل عليها وتتفرج عليه. وبعد يجي تجمل الدرس تاني معي. اه اول واحد تتكلم عن الوراثة. او هو اللي اسس اصلا علم الوراثة اسمه مندل او جريجيور مندل. جريجيور مندل. العالم مندل. طب مين العالم مندل ده? عالم مندل ده عالم لمساوي. اه لا قال لك انا عاوز ازاي اصلا استفادة بتنتقل من جيء الى اخر. وهو اللي عمل قانونين. هناخدهم في الدرس ده النهاردة مع بعض. وهو اللي اسس علم الوراثة. اسس علم ايه? الوراثة. اما جي اسس علم الوراثة. طبعا اي حد بيعمل دجاره بيعملها الاول. اه سواء على حيوانات او نباتات قبل الانسان. فده راح واخد نبات نباتي ديه البازيلا. ده هي البسلة. قال لك انا اخد نباتي البازيلا ده بسلة ديت. واعمل عليها التجارب بتاعتي. طب ليه هو اخد نباتي البازيلا. بسبب ستة حاجات ولازم تحفظهم كويس جدا عشان بيجي منهم في الامتحان. لازم تحفظهم كويس اوي. ايه هو الاول حاجة سهولة زراعة النبات وسرعة نموه. النبات بيتزرع بسهولة. الزراعة بتاعته سهلة مفاس صعب. وبيس بيدمو بسرعة يعني بيجبر بسرعة. يبقى سهولة زراعة النبات وسرعة ايه نموه. تاني حاجة قسر دورة حياة النبات. يعني دورة الحياة بتاعته سيارة. يعني علشان يجبر ويقطر اللي هو يتقاصر ويديني فرض جديد. يبقى ابنه. قسيارة. ما بتاخدش وقت ايه طويلة. تالت حاجة ان ازار النبات بتاعته خنصة. يعني ممكن تتلقح زيت يعني فيها المشريج المذكر والمشريج المؤنس. اللي هو عضو اللي هو عضو التسكير وعضو الايه? قد تعني سلوها السوداء والايه? والقربرة. طب ايه تاني? ممكن يتلقح صناعي بواسطة الانسان بسهل. سأل اللي هو يتلقح صناعي بواسطة الانسان. النبات لما بيجي ينتج يعني بيخلي في افراد كتير قوي. بينتج افراد في الجيل الواحد كثير كثير جدا. يبقى انتاج النبات لعداد كبيرة من الافراد في الجيل الواحد. اخر حاجة ممكن اعرف حاجة اسمها استفادة المتضادة او استفادة المتقابلة. ودي احنا هناخدها حالا. اميزها بالعين المجرادة. محتاجش ماكروسكوب عشان اعرف ايه الصفات المتقابلة. لا ده انا بميزها بالعين المجردة. يبقى ستة حاجات لازم تحفظه. ليه اختار نبات البازلاء. عمنا مندل ليختار نبات البازلاء. سهولة زراعة النبات وسرعة نموه. قسر دورة حياة النبات. ازهار النبات الخنسة. ممكن ان تلاقح ذاتي. ومن الممكن ان تلاقح صناعي بلايه? بسهولة وبواسطة الانسان طبعا. وينتاج النبات لأفراد كبيرة في الافراد في الجيل الواحد. ويتعادل اصناف النبات اللي بتاعمل ازواج من الصفات المتقابلة او المتضادة. ولا انا ممكن اميزها بلايه المجرد. قال لي بالرغم بقى ايه اعودين يا رب بقى سبع صفات بلايهم فين في البازلاء. يعني مسلا. شكل الارن. ممكن تلاقيه منتفخ. او ممكن تلاقيه محزز منتفخ اللي هو منتفخ كده او محزز اللي هو تلاقيه رفاية. رول لونها خضر. ورول لونها ايه صفرة. الساق ممكن تلاقي فيه ساق سيارة او ساق طويلة. البزرة ممكن تلاقيه بسلة يعني بزرة كده بتاعت البسلة. ممكن تلاقيه واحدة نعمة. واحدة ايه مجاعدة خشنة كده. لون البزرة ممكن تلاقيها صفرة ممكن تلاقيها خضرة. الزهرة ممكن تلاقيه كانبية او تلاقيها طرفية. لون الزهرة ممكن تلاقيها حمرة او تلاقيها ايه بيضة احمر كرمز يعني. ممكن تلاقيها بيضة. ده انا بسميه السفات المتضادة او السفات المتقبلة. يعني ايه يعني الارن ما ينفعش ياخد الاتنين مع بعض. هو بياخد حاجة واحدة. ليبقى لونه اقدر ليبقى لونه اصفر. الساق لا تبقى سيارة لا تبقى طويلة. الشكل البزر لا تبقى املاس لا تبقى مجاعدة. مش هينفع تاخد الاتنين مع بعض. مش هتلاقي مسلا ارني لون اصفر وفي نفس الوقت اقدر. ده مستحيل يحصل. فهي لونها اقدر لونها اصفر. عشان كده مندل عمل بقى التجارب بتاعته. هناخد اول حاجة انمندل دراسة زوج واحد بس من استفادة المتضاد دراسة وراسة زوج واحد فقط. ايه من استفادة متضادة احنا ش الشوفنا ايه. ايه با سها. قال لك انا معي نبات. وبزير كلها خضراء ومعي نبات البزير كلها صفر. نبات بزير كلها خضراء ونبات بزير كلها صفراء. يعني كان كده حبة نبات لزيرة كلها خضراء. وحبة نباتات rivers كلها صفراء طب عمل ايه راح سايب الخضرة تلقح مع بعض وراح سايب الصفرة تلقح مع بعض خلاهم يعملوا تلقيح زاتي لعدة اجيال طب ليه عمل تلقيح زادي لعدة مش جيل واحد ده عدة اجيال الجيل ده اللي هو ايه ابن يعني اللي هو بعده على طول اللي هو يعتبر الابن يعني اسمه طب ليه عمل جيل ايه عادة اجيال يعني وليه عمل تلقيح زاتي بالنسبة للاصفر الوحد والاخضر الوحده اقوله علشان يتأكد من نقاء الصفة لون البذور يعني يتأكد ان البذور الصفرة دي اصلها اصفر والبذور الخضرة اصلها اخضر ليه علشان هي اصلة لو كان فيها بذرة خضرة وكان لها اصلة اصفر هيبان معايا فهو عشان يتأكد ان البذور دي كلها اصلها اقدر وان البزور دي كلها اصلها اصفر فعملها بعد عدة اجيال وخلاء تلقح ذاتي عشان يتأكد من نقاة صفة لون البزور طيب من دها لحت لبيع ان كل النبات اللي لونه اصفر جاب نبات لونه اصفر وان كل النبات اللي لونه اخضر جاب نبات لونه اخضر يعني اللي اصفر ديله بزرة صفرة واللي اخضر EL من دها راح اعمل بقى راح واخد الصفراء ورح واخد الخضراء ورح اعمل لهم تلقيح زادي مع بعض يعني عمل اللغدر مع اللصفر واللصفر مع اللغدر والتلقيح كان تلقيح خلطي طبعا بس قبل ما اعمل التلقيح الخلطي انتزع اسدية بعض الازارات قبل ان نتك المتك يعني راح واخد الاسدية كده وراح مقطع قبل ما نتك يندق طب ليه عشان ما تعملش تلقيح زادي وتتكسر تاني مرة تانية ويقع بقى يستنى لما تكبر قبل ما نموت قيامل ويرح وقطعها من تاني لو قطعها من اول مرة على طول قطع الاسدية على طول عشان ما تعملش حول لقاح فين في المبيض قبل ما من المبيض طبعا ايه يكبر يعني وراح اعمل ما بينهم تلقيح خلط اللصفر مع اللغدر واللغدر مع اللصفر اعمل شعيف عن تلقيح خلطي ممكن تروح لتانية اعدادي وتعرفها هناك وراح ايه وراح اعمل ما بينهم تلقيح خلط وعمل ما بينهم عملية الاخصاب لا ايه لا ان البذور اللي جات كلها صفرة لا ان البذور اللي جات كلها ايه صفرة فيه سأل بس فوق قالك ليه ميازم ليه بعد ما عمل التركيح خلطي غطى الميازم بتاعة الازهار عشان اقول له عشان ما تلقحش مرة اخرى التأكد من عدم تركيحها مرة اخرى احنا قلنا النبات كله بقى لونه ايه اصفر لا الاصفر على اقدر ادى الاصفر واللغدر على الاصفر ادى له كله اصفر ايه ده يعني كل النبات كانت لونها ايه بذور النبات كلها كانت لونها اصفر بنسبة مية في المية ولا في نبات بقى لون بيزرى بتاعته اخدر خالص عشان كده من دي راح عامل ان اللون الاصفر اسمه صفة سائدة اما اللون الاخدر صفة متنحية طب ليه سمى اللون الاصفر بالصفة السائدة عشان هي تغلبت على اللون الاخدر وظهرت في الجيل الاول بنسبة مية في المية وسمى الاخدر صفة متنحية عشان اختفت تماما من افراد الجيل الاول ما ظهرتش ما كانش فيه اخدر كله كان اصفر عامل ايه تاني من تل بقى راح سايب النباتات بتاعت الجيل الاول اللونها اصفر ديت تتلقح مع بعض زادي تاني يعني خلاهو ما تقصروا مع ايه مع بعض لا ايه لاني خمسة وسبين في المية من النباتات بقى لونها اصفر وخمسة وعشرين في المية من النباتات بقى لونها اخدر يعني اللي اخدر ترجع تاني وبنسبة خمسة وعشرين في المية واللاصفر بقى بنسبة خمسة وسبين في المية يعني بنسبة تلاتة الى واحد يعني بنسبة كم الى كم تلاتة الى واحد اللاصفر بقى تلاتة تلاتة والاخضر بقى لونه بقى ايه بقى واحدة 5.5% الى 25 لون الاخضر رجعت ايه تاني وكده منت العمل يعتبر القانون الاول له وهناخده ان شاء الله دلوقتي وكده منت يعتبر ايه افل التجربة الاولى بتاعته اهو انا بدات بزور صفراء نقية ونباتات خضراء نقية تلقحت ذاتي بقيت كلها صفراء وكلها خضراء عملت الكاخلت بقيت كلها صفراء بعد الكاخلت بمرة اخرى بقى كل ايه 95% اصفر و25% منها اقدر من دل بقى ما سكيتش قالك ايه قالك انا عملت على البيز رح حامل على الارن وعمل على شكل الصاق وعمل بقى على لون الصاق اللي هو السبع الصفات اللي احنا انهم في اول الدرس عمل عليهم كلهم وكلهم ادلوا نفس النتيجة كلهم ادلوا نفس الايه نفس النتيجة لكي رح حاضد مبدأ اسمه مبدأ السيادة التامة مبدأ السيادة التامة هو مبدأ السيادة التامة اللي هو ظهور الصفة السائدة في افراد الجيل الاول ظهور الصفة السائدة في افراد الجيل الناتج عن تزاوج فردين كل منهما يحمل صفة ولاصية نقية مضادة للصفة اللي يحملها الفرد الاق يعني لما السائد مع المتنحي السائد هو اللي يغلب يكون افراد الجيل كلها سائدة طبعا انت تزاوج نبات بازلة بصور زفراء مع نبات بازلة بصور خضراء تندوك نباتات جميعها بزرها خضراء ليه صفراء ليه شان الاصفر هو الصفة السعيدة وهي التي تسوت على صفة اللون الاخضر للبزر تابعا لمبدأ السيادة التم تابعا لمبدأ السيادة الايه التم لون الزهر هنا احمر صفة السعيدة احمر وضع الزهرة جانبي لون البزر اصفر شكل البزر املس طول السق طويل لون الارن اخضر شكل الارن منتفخ ده ايه الصفة الايه السعيدة اما المتنحية بيبقى لون الزهرة بيضة وضع الزهرة طرفية ولون البزر اخضر وشكل البزر مجاعدة وطول السق وصيارة ولون الارن اصفر ولون وشكل الارن ايه محزز وشكل الارن ماله محزز ده الصفات السعيدة والصفات المتنحية لازم تحفظ الصفات ديت عشان يجيلك فيه الامتحان فروت مندل بقى وازاي طبقها على نبات البسل الفروت اللي مندل حضاء قالك اول حاجة تنتقل الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء عن طريق عامل وراثية تحملها الامشي صفات الوراثية بتنتقل من جيل من الاباء الى ابناء عن طريق الاه العامل الوراثية اللي هي من اللي بيحملها الامشيك ده او المشيك المزقق او المشيك المؤنس وطبعا بتحمل الامشاك اللي هي في النبات مين؟ حبو اللقاح ومين؟ وبويطون في النبات اسمه النباتات حبو اللقاح والايه؟ وبويطون تاني فرد قل لك هتحكم في كل صفة وراثية عاملان وراثين احدهما من الاب والاخرى منين من الام هقولوا هنا ب strikesهما بردته تحكم في لون البسرة عاملان وراثين احدهما ولونه اصفر والاخر ولونه ايه؟ اغدر صح والغلط طب تالت فرد قل لك ايه؟ نعازل او ينفصل العاملان الوراسيين لكل صفة. ان العاملين الوراسيين بتوقع لصفة هينعازلوا عن تتوجين الامشاك. ليه? عشان كل مشيك يحمل عامل واحد فقط. من هذين العاملين. هلو طبعا ما برضو حصل برضو في البسلة او البازلاء. انعزل عاملين لون البزرعة عن تتكوين الامشاك. وكل مشيك جنبي يحمل حبة اللقاح او البيضة. يعني ان هو عامل واحد فقط من الاتنين. مكانش فيه مشيك بيحمل الايه? العاملين يعني. قال لي رابع فرد قال له هو مندل. اثناء عملية الاخصاب يجتمع العاملان الوراسيين مرة اخرى. اثناء الاخصاب اندماج المشيك المذكر مع المشيك المؤنس. قال لي لو كانت سائدة وسائدة تيبقى سفة سائدة نقية سائدة ومتنحية يبقى سفة متنحية سفة سائدة هاجين. متنحية ومتنحية سفة متنحية نقية. تاني سائدة وسائدة يبقى سائدة نقية. متنحية ومتنحية متنحية نقية. طب لو سائدة متنحية يبقى سائدة هاجين او مهجنة او سائدة غير نقية. عشان طبعا فيها ايه? فيها الاصفر. وده طبعا اللي حصل واحنا شفناه مع ايه? مع بعض. بعد جاء الله قال لك ما اتعرف للامشاك هي الخلايا التي تتم بواسطتها الانتقال لعوامل الوراسية من الاباء اليمين للابناء. استفاء الخلايا اللي هتم بواسطتها انتقال العوامل الوراسية من الاباء اليمين للابناء. بعد كده هندخل على قانون من دل الاول اللي هو سميه بقانون انعزال العوامل. قانون من دل الاول هو سميه بقانون ايه? انعزال العوامل. انعزال العوامل ده بيحدث اسناء تكوين الامشاك. انعزال العوامل ده بيحدث اسناء تكوين مين? الامشاك في عمليات الانكسام الميوزي او الانكسام الاختزالي اللي انت خدت حضراك ده في الترم الايه في الترم الاول طب ليه سميته بقانون الانزال العوامل عشان بيعزل عاملية الصفة عن بعضهما او ما بيجي تكون الامشاج عاملية الصفة بايه بينعزل عن ايه عن بعضهم ليه الجوميتون طب ايه هو بقى القانون ده منصر قانوني تحفز اذا اختلف فردان نقيان في زوج من صفاتهم المتضادة او المتقبلة فانهما ينتجان انت تزوجهما جيلا بيه صفة احد الفردين فقط للصفة السيدة طبعا ثم تورس صفتان معا في الجيل الثاني بنسبة ثلاثة الى واحد لخمسة سبين في المية الى خمسة وعشرين في المية لنصر قانون تاني عشان القانون تحفز اذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من بعض من صفاتهم المتضادة فانهما ينتجان انت تزوجهما جيلا بيه صفة احد الفردين فقط ثم تورس صفتان معا في الجيل الثاني بنسبة تلاتة الى واحد في الدو ده بقى استخدمة العالم الانت النماركي جوهانسون حاجة اسماها الجين بدل من بقول العامل الورصي لاول الجين بدل من بقول العامل الورصي لاول كلمة اسمها لايه كلمة الجين والتركيب الجيني هو على الجين نرى نواحة تركيب الجيني على الجينات المتكونة للصفة الوراثية خلى التركيب الجيني مصطلح على الجينات المكونة للصفة الوراثية والمزر الخارجي على الشكل الخارجي التي تظهر به صفة في الكائن الحية قالنا ممكن تتعرف بالق explosive العديد شائد تظهر عند اجتماع عاملين جين او متماثلين للصفة السائدة او اجتماع عامل للصفة السائدة مع جين متنحي. طب ايه الصفة المتنحية? اقول لك ان الصفة المتنحية ما بتظهرش لما كان متنحي مع متنحي. غير كده ما تظهرش. متنحي مع متنحي تظهر غير كده ما تظهرش. يبقى الصفة المتنحية هي الصفة التي لا تظهر الا عند اجتماع عاملين متماثلين لصفة المتنحية. الجين السائد الجين التي تظهر صفته عند وجوده مع جين سائد مثل او وجوده مع ايه مع جين متنحي. اما جين متنحي الجين المجادر الا مع وجوده مع جين ايه متنحي اخر مثل لنفس الصفة. طب ايه لا يحصل لو فيه جين سائد مع جين متنحي هيسود السائد على المتنحي زي ما احنا شوفنا. وطبعا هتبقى برضو ايه صفة سائدة ايه بس غير نقية او مهجنة. تقالب بين الصفة السائدة والمتنحية. الصفة السائدة في تعريب بتاعه هي الصفة التي تظهر عند اجتماع جينين متمثلين للصفة السائدة او جيل الصفة السائدة مع جيل الصفة الايه المتنحية. اما الصفة المتنحية الصفة التي لا تظهر الا عند اجتماع جينين متمثلين للصفة الايه المتنحية. مثال زي صفة اللون الاصفر للبازيلاء اللي دعا السائدة والمتنحية اللون الايه الاخضر نسبة الزول كان في الجيل الاول اللي السائدة كان بنسبة 100% اما الخضر كانت بنسبة 0% في الجيل التاني كان الزهرة بنسبة 5% اللي هي الاصفر اما الاخضر كان بنسبة 25% الصفة السائدة قد تكون نقية او غير نقية اما المتنحية لازم تكون ايه نقية نعرف الفعل ما بين الفرد النقي والفرد الهجين الفرد النقي الفرد اللي بيحمل سائد وسائد او متنح ومتنح اللي بيحمل عاملين متماسلين على نفس العامل سائد وسائد او متنح ومتنح للصفة السائدة او للصفة المتنحية فتظر عليه الصفة السائدة او الصفة الايه المتنحية اما الفرد الهاجين لصفة سائدة مع صفة ايه متنحية يدني سائدة مهجن او سائدة هاجين والفرد الذي يحمل عاملين مختلفين احدهما للصفة السائدة والاخ للصفة الايه المتنحية فتظهر عليه الصفة الزائدة الغير ايه نقية طبعا او المهجدة معايا كده في بقى رموز لازم حضرك تعرفها قبل ما ندخل على مسائل الوراثة لازم حضرك تعرف الرموز دي اول حاجة الفرض المذكر طبعا انت عارف رمزه من السنة اللي فاتت ده اهوط دايرة وعلىها كده بعد كده عملية التزاوج برموز لابر رمز اكس بعد كده المؤنس دايرة برضو وبتنزل لتحت كده بصليب او بعلامة زائد الاباة بيرانتس ادل بي الجاميطات بحرف اش جي عشان جاميطات الجيل الاول برموز لابر رمز اف واحد والجيل التاني برموز لابر رمز اف اثنين لازم تكون عارف العلامات تي و لازم تكون عارف ان الصفة legi flying بس capitul اما سفة المتنحية تاخد ايه السمول السفة السائدة تاخد كابتل و سفة متنحية تاخد ايه السمول حيث ايقي تي كابتل حيث ايه كابتل صيح ايه النق يعني اذا علمت ان الرمز ارجيني لصفة طول الساك تي والازهار البيضاء الرمز الاقتراع ازهار حمراء نقية. حمراء لو ازهار بتاعته بقى ايه? حمراء نقية. دي ازهار بيضة عشان دي متنحية. اما هنا دي ازهار حمراء اللي هي السائدة. يبقى عار كابتل عشان حمراء ايه? نقية. بزوره ملساء هاجين. يعني البزور الملساء هي. اس كابتل. طب والمجاعة ده اس اسمول. طب دي هاجين. يعني اس كابتل اس اسمول. ازهاره بيضاء يعني متنحية الاتنين. ار اسمول ار اسمول. ده تي سمول تي سمول يبقى طويل الساق لأتا قصير الساق. جي كابتل جي كابتل يبقى القرون صفرة للقرون خضرة. طويل الساق هاجين يبقى تي كابتل تي سمول. ده طبعا تبقى للقاط ده اللي احنا استعلينا فوق. ان السائد النقي حرفين كابتل. السائد المتنحي النقي حرفين سمول. الى جين واحد كابتل واحد سمول. المجاعة ده عكس الملساء يبقى اس سمول. اس ايه اس سمول. معايا كده. بعد كده بقى ازاي بقى هنعمل بقى مسائل الوراص. ان مسألة بتيجي كده. وضح على قصص وراصية نادج تزاوج نبادي بازيلا. احدهما بزور صفراء نقية والاخر بزوره خضراء نقية. واحد صفراء نقية والواحد خضراء نقية. ادي السفراء نقية واي كابتل واي كابتل ودي الخضراء نقية واسمول واي اسمول ودي بينهم علامة التزاوج. ودي اللي هما مين الاباء. خلي بقى واقف بقى سيبك من الكلام ده خليج معايا هنا. البي بحط البي كده بيرانتس للأباق بحط غامل ديني مين بصير صفراء نقي اللي هو وي كابتل وي كابتل اللي سوف سائدة وراح عامل علامة التزاوم وي سمول وي سمول اللي هي صفة خضراء بعد كده بروح عامل حرف جي اللي هي الجاميطات او الامشاج الجاميطات او مين او الامشاج بيعمل ايه في الامشاج مش دول اتنين فرادهم خليه كل واحدة واحدة ادي واي كابتل ودي واي كابتل ودي واي اسمول ودي واي اسمول ودي واي ايه اسمول طب بعد كده بعد كده بيحصل عملية افراد الجيل اللي هو اف واحد اللي بيحصل بقى بص بتاخد ده مع ده وده مع ده شو بقى بتاخد ده مع ده وده مع مين وده مع ده لو بصيت ادي واي كابتل وي سمول اهو وي كابتل وي سمول اهو طب بتاخد اه تاني لو انت بصيب برضو هتاخد ده معده وده معده اهو وي كابتل وي سمول اهو وي كابتل وي سمول اهو شايف ده افراد الجيد الاول لو بصيت هتلاقي وي كابتل وي سمول وي كابتل وي سمول وي كابتل وي سمول كلهم هاجين سائد مهجد بس لونه أصفر ليه أصفر عشان انصفة السائدة هي اللون الأصفر يبقى لونه أصفر بس إيه مهجنة يعني صار اللون الأخضر مظاهرش مني نظار اللون الأصفر بنسبة 100% أما لون الأخضر مظاهرش في أفراد الجيل الأول ده اللي قاله عمنا مندي في أول الدرس يبقى 100% نابتاك بس لأ بصورة إيه صفراء هروح واخد الجيل الأول اللي أنا طلعه ده الجيل اللي أنا لسه مطلعه ده هاخده أهوت y capital y small y capital y small واسميه الأباء ده النبات بس لرس فراء هاجين لنا لسه واخده اللي فات وروح عملك الأمشاج هنقولنا بنعمل في الأمشاج y capital y small y capital y small اللي هم موجودين بعد كده يا باشا إيه اللي بيحصل بقى اللي بيحصل إن دا هيروح مع دا وده هيروح مع دا يبقى ycap tl ycap tl اهو وإيه تاني دا هيروح مع دا وده هيروح مع دا y小 y capital تتكتب y capital y small y small y small وي small y small إذى ميستر دا إهن اللي حصل دا هالك يا حبيبي اللي حصل إن دا كان نقي سائد نقي تا الاثنين دول ساعد بس هاجين بس الون هم اسفل يعني التلاتة دول لون هم اسفل الواحد اللي لون اقدرهو يعني بنسبة تلاتة الى واحد يعني بنسبة خمسة وسبعين في المية الى نسبة خمسة وعشرين في المية ده قانون الاول لمندل قانون الاول بيتحقق بالزبط ساي ما احنا شايفينهو معايا كده اللي ممكن اعبر عنا بتلات تانية اللي انا احط هنا واي كابتل واي كابتل واي سمول واي سمول ده مع ده اهوت وده وده اهوت وده وده اهوت وده وده اهو بعد كده حطهم تاني اهمت اهمت ده هم عادي خالص شو في المربع اللي هو ده وده المربع ده مين مين ده وده مربع ده ده وده اهو مربع ده بس اهو ده وده شو بيتقابله فين اهم عند في المربعة ده معايا كده دي برضو نوع ممكن طريقة تانية يعني اعمل بان المسائل بس الطريقة اللي فوق ديت انت اشتغل بيها على طول طب المسال ده عليك واجب نفس المسائل احنا حالين المرأة اللي فاتت مفوش اي حاجة خالص المسال ده هو اس اس كابتل اس 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 قال لي هو ممكن يحصل تزاوج ويبقى افراط النسبة 50% صفة سائدة و50% صفة متنحية هقول له اه ممكن يحصل تبقى 50% صفة سائدة و50% صفة متنحية يعني همشوا ما تبقاش بنسبة 3 الى 1 لأ تبقى بنسبة 1 الى 1 امتى قال لي لما بجيب احد الاباء هاجين يعني ايه هاجين يعني مثلا ار كابتل ار سمول والاخر متنحية يعني ار سمول ار سمول واعمل لهم تزاوج اجيب هاجين سائد هاجين اللي هو في كابتل ار سمول واجيب الاية متنحية نقي اللي هو اسمول اسمول واعمل الاثنين تزاوج مع معا اهو نعكل الى احمر الى ازارة هاجين نهوات ودي ابيض الازار نعمل الأمشاجة هي الأركابتل R small هنا دي أر كابتل R small ده مع هذا وبعد ذلك ده مع هذا هذه أر كابتل R small أهو أر كابتل R small أهو وبعد ذلك ده مع هذا وده مع هذا R small R small أي ده؟ تبقت نسبة 2 إلى 2 يعني 1 إلى 1 أي ده؟ وينفع؟ حسب الصفة اللي هو هو يابوس قال لك نباتات بس لأحدهما أحمر الأزار والآخر أبيض معايا اهو 50% حمار الأزار و50% بيضاء الأزار ده طبعا مثال ما فوج اي حاجة دي كابتل تي سمول دي كابتل تي سمول هتعمل لمشاك عادة تطلع بنسبة 3 الى ايه الى واحد قال لك النسبة كان 27 الى 9 يعني النسبة الى 3 الى 1 29 الى 9 اللي هي ايه 3 الى واحد المثال ده عليكم واجه مفوش اي حاجة برضو وان شاء الله كده نبقى خلصنا نص الدرس والمرة الجاية ان شاء الله نخلص الوحدة هشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته